اشتركوا في القناة المقدمة الجزرية وعلى قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها باب مخارج الحروف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فآليف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاءها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشينيا والضاد من حافته إذواليا لضرس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والننو من طرفه تحت جعلوه والرأي دانيه لظهر أدخالوه والطاء والدالوة منه ومنه عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلا والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشافة فالفام عطرا في الثنايا المشرفة للشافتين الواوب أميم وغنة مخرجها الخيشوم باب صفات الحروف صفاتها جهر ورخو مستفل منفاتح مصماتات وضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخ والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزا ينسين قلقالت قطب جاد ولين واو وياء سكنا وانفتاحا قبلهما ولانحراف صححا في اللام والراوى بتكرير جعل وللتفششين ضادا استطل باب التجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصالا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطقي بلا تعس فيه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه باب في ذكر بعض التنبيهات فرققا مستفيلا من أحرفه وحاذرا تفخيم لفظ الأليفي وهمزأ الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا وليتل الطفوى على الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوات نجتثت وحج الفجر وبين مقلقلا إن ساكانا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصاء حط الحق وسين مستقيم يسط يسق باب رأت ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكانت إن لم تكن من قبل حرف استعالا أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد باب اللامات وأحكام متفرقة وفخم اللاما من اسم الله عن فتح نوضا منك عبد الله وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسقت والخلفوب نخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص فتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحذورا عصى وراعي شدة بكاف وابتا كشرككم وتتوفى فتنتا وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلا وأب في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم باب الضاد والضاء والضاد باستطالة ومخرجه ميز من الضاء وكلها تجيه في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لضى شواض كظ من ظالما أغل الظلام ظفر انتظر ظما أغفر ظنا كيف جاو عظ سوا عظين ظل النحل زخرف سوا وظلت ظلتم وابر من ظل كالحجر ظلت شعارنا ظل يظللن محذورا مع المحتضير وكنت فضا وجميع النظار إلا بويل هلوأ لا ناظرة والغيظ للرعد وهد قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يا عظ الظالم وانطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم باب النون والميم مشددتين والميم الساكنة وأظهر الغنات من نون ومن ميم إذا ما شددى وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرها عند باقي الأحروف واحذر لدى ون وفاء تختفي باب أحكام النون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرالى بغنة لزم وأدغما بغنة في يؤمنوا إلا بكلمة كدنيا عنونه والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا باب المد والمد لازم وواجب أتى وجائز وهوى وقصر ثباتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حاليني وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمته وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجالا باب معرفة الوقف والابتداء وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف ولابتداء وهي تقسام إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهيان ما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنا فابتديه فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح واله الوقف مضطرا ويبدى قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب باب المقطوع والموصول وعرف لمقطوع وموصول وتاه في المصحف الإمام فيما قد أتاه فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا يا سين ثاني هودلا يشركن تشرك يدخلا تعلو على ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما نه قطع مما بروم والنسا خلف المنافقين أم من أسسا فصلت النسا وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعونا معا وقل فلنفالي ونحل وقاعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئسما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضتم اشتهت يبنو معا ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعارا وغيرها صلا فأينما كن نحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنسا وصف وصل فإن لمهود أن لن نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عن من يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلا تحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وهالا تفصلي باب التاءات ورحمة الزخرف بالتازبارة لعرافر من هودك في البقرة نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرآة يوسف عمران القاصص تحريم معصية بقد سامع يخص شجارة الدوخان سنة فاطيري كلا ولنفالي وحرف غافري قرة عين جنة في وقاعة فطرة باقية وابنة وكاليمة أوساط العراف وكل مختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف باب همز الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي لسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرآة واسم مع اثنتين باب الوقف على أواخر الكلم وحاذر الوقف بكل الحراكة إلا إذا رمت فبعض الحراكة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرى لتقدمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله